وبعدين من عبر عن الحب بيعبر عن الحب بأمور هل هي مستساغة شرعاً ولا غير مستساغة شرعاً فنشوف حيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مثلاً بالطبل والزمر ولا حيعبر عن حبه للنبي بإطعام الطعام وكان النبي يحب بإطعام الطعام وحبر عن حبه للنبي بمدح النبي والنبي كان يسمع المديح وأول من مدح النبي هو الله في قرآني ثم بعد ذلك شعراء الصحابة لدرجة إنه عدوا منهم أكثر من مئة مدح النبي في جيل الصحابة نعم وبعدين هو بيحتفل بالنبي بإنه بيعرف الناس بنسب النبي بسيرة النبي بإرهاصات مولده بمعجزاته بكيف بدأ الوحي بشرف نسبه من حيث الأباء والأمات حتى يتعلق الناس قلبهم بالنبي لإن إحنا قصدنا مش هنحب النبي إلا إذا عرفناه صحيح صحيح الحب القلبي الحب القلبي لكن إحنا إيه لو الحب العقلي ده طبعا إحنا في القرآن والسنة كلها جت لنا عن طريق النبي فلازم بقى لنا نحبه إحنا عايزين نرتقي بقى من الحب العقلي اللي بالعقل ده الحب قلبي لحب قلبي اللي هو يبقى بلا علة يعني بلا سبب يعني زي ما الأم كده بتحب ابنها بتحبه إيه بلا علة بلا سبب إحنا عايزين نرتقي لهذه الحالة إنه يبقى النبي أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين سيدنا رسول الله لما يقبل من سيدنا عمر لما يقول له أحبك إلا نفسي فالنبي لم يقبل من سيدنا عمر هذا قال لا يا عمر لحد ما راجع سيدنا عمر وبعد كده انتقل الحب من عقله إلى قلبه فقال الآن يا عمر الآن يا عمر فهو ده المطلوب فإذا كنا نحن بنعبر بوسائل مباحة شرعا إذا قستها النبي أقرها في حال حياته يبقى لا بأس لأن لا تستطيع أن كنت تحرم متح النبي والنبي قد مدحة صحيح ولا تستطيع أن تحرم إطعام الطعام والنبي كان يطعم الطعام كل يوم مش مرة في السنة شكرا